وَجَعَلْنَا اللَّيْلَة لِبَاسًا الليلة لباسًا يغطي الدنيا بالظلام يلبس الدنيا دي يلبس الدنيا كلها الظلام طيب والظلام ده فيه؟ الظلام ده فيه سكون وفيه راحة والحركة العمل والشغل بتتقفض لذا قال بعدها وَجَعَلْنَا النَّهَارَةَ معاشاً والنهار فيه الضوء وفيه الحرارة فيه الشغل وفيه العمل يبقى ربنا يجعل الليل لإيه؟ الليل لسكون الحركة إنك تجم نفسك والنهار للعمل والشغل تخيل الدنيا كلها ليل معاشاً تعرف نعم ربنا عليك لازم تعرف ضدها إيه؟ قال الله جل وعلا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ يعني ليل مفيش فيه نهار متواصل من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ مين اللي عيجبك بضياء؟ غير الله سبحانه وتعالى مين ده؟ أفلا تسمعون؟ أنتوا مستمعين الكلام طوى؟ مش عقلين والليل قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمَدًا إِلَى يَوْمَدًا إِلَى يَوْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ في سكن وسجون أفلت وبسرون إذن تعاقوا بالليل والنهارة عشان الناس تعرف الزمن ولا؟ طب إيفت الدنيا كلها الليل تعرف الزمن إزاي؟ ولا الدنيا كلها نهار؟ هي دي السنة اللي ربنا سألناها ولذلك كان من سنة النبي صلى الله وسلم عليه أنه كان إذا صلى العشاء تحدث مع أهلي ساعة يعني مقدار من الزمن وينام عليه الصلاة والسلام إيه اللي بيحصل بيه عند الناس دلوقتي؟ وعند الشباب خصوصاً الليل بقى نهار والنهار بقى ليل والدنيا كركبت على الناس يعني هو طول الليل صراحي وييجي في النهار اللي هو وقت الجد والعمل والكتاب ده ينام تعرف كنان ده بيعمل في الناس؟ يقل جداً إفراص المواد اللي هي بتطلع السمون من جسمك ولذلك لما الإنسان يوظب على هذا كلام جسمه بيضعف وينحم وده خطأ كبير جداً ننصح به كل أبنائنا وكل إخواننا خليك على السنن اللي ربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا بيرشدك هو ربنا خلق الخلق على هذا النمط اللي أنت تقدر تعيش به حياتك بدون مشاكل وتعيش حياتك بقوة وعافية تعرف كم يقولون؟ ساعة تتنامها في الليل أبرت من كم ساعة في النهار وبعدين في حاجة تانية النبي صلواته الله وسلامه عليه بيقول إن لله جل وعلا دواباً يبسها في الليل يعني فيه شياطين أبلسة ما بيطلعوش إلا في ظلام الليل فانت لما تكون انت في بيتك في الوقت ده انت بعيد جداً عن هؤلاء إن الشياطين دي ما تطلعش إلا في الليل بس دول عتاة ولذلك دايماً تلاقي أهل الفسق وأهل الفجور وأهل الكلام ده كله بيتم في النهار ولا بيتم في الليل في الليل إذن انت ما تخليش دهوك في الليل ولذلك انت لو سألت الأطباء يقول لك ما زيتش بنومك عن الساعة داشرة الساعة دي عشر دي ما تزودش عليه وبعد كده تقول إن شاء الله صلي الفجور وهل حبيتنا بساعة ولا شيء بالنهائية مثل الحمدلله عندك قوة وعندك نشط وبهناينا فوقكم سابعاً شداداً السابعاً الشداداً يعني السابع سماوات شداداً يعني في منتهى القوة والسماء دي مبنية وهتفتكر السماء دي هواء قال جل وعلا والسماء بنيناها بنيناها يعني ايه بنيناها يعني ما شيء بيبنى يبقى شيء له ايه له له تماسك بنيان ماذا كده وبنينا فوقكم سبعاً شداداً خلق السماوات بغير عمد انترونها عارف البشر وصلوا لايه في الدنيا تعرف اقصى تقدم للبشر انه يعمل كبر معلق عارف كبر معلق يعني ايه يعني كبر اقصى حاجة وصلوا لها ان الكبر ده يكونوا تطولوا كيلو متر واحد معلق يعني ايه يعني ما فيش اعميد عليه بس ده نظام هندسي هو بيعمل عمود في الاول وعمود في النهاية وبعدين ياخد الكبر ده بدأ من يحطوله اعمدة من تحت ياخده باوطار حديدية فوق وينزل وطر من فوق ياخد الاحمال ده ينزلها على العمودين دول ده اقصى ما وصل اليه البشر انه يعمل كبر جيلو متر واحدة طب شب يا رب العالمين سبحانه وتعالى السماء دي كلها خلق السماوات بغير عمد انترون انتم شايفين نعمل ده ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه لما يأدى ان تقع الارض ان تقع الارض انا عايزك دايما تبقى عندك فكرة وتعود نفسك كده يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما ينظر للسماء كما تثبت عنه وفيه صيح مسلم لانك لما تنظر للسماء دي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى فيها دلك على عظمة الله ما اقول لخلقها اكبر منها ولذلك قال الله وما قدر والله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة يبقى ربنا له قبضة اكبر من الارض والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عم ينشيكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا شدادا قوية اللي هي السماوات السبع سماوات والارض سبع ولا خمسة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يبقى فيه كمان كزين بقى فوق فيه سبع سماوات في سبع اراضين هنا دي لين شايفة دي اول ارض في سبع اراضين ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن ايه يتنزل الامر بينهن امر الله جل وعلا نافس من السماء السبعة الى الارض السبعة امر نافس في كل الكون ده كله يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما واجعلنا سراجا وهاجا السراج المصباح اللي بيطلع لكم وهاج يعني بيطلع منه حرارة ايه بقى السراج الوهاجة الشمس ضوق الضوق معه حرارة ماذا كده؟ خلاف القمر هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا ليه ربنا قال للشمس ضياءا ضقها ده في ايه؟ حرارة طب والقمر لا نورا والشمس دي عم المخلوق الصغير ده احدى مخلوقات اللي بتنور الدنيا كلها وتنور الدنيا وتفيد اجسام الناس وتفيد عظام الناس ومعايش الناس كلها مرتبطة ان الشمس ربنا عز وجل بسخرها للناس كلها